مرحبا أهلا وسهلا فيكم بالفصل الثاني بلمادة اللغة الإنجليزية هلا بهذا الدرس رح بلش أنا بالقواعد ولكن قبل ما نبلش رح أحكي لكم شوي عن المحتوى بالفصل الثاني بالفصل الثاني رح ندرس الوحدات رقم أربعة وخمسة وستة طبعا اللي عم يدرسنا الكتاب يلاقينا الكتاب فيه الوحدة رقم سبعة ولكن السبعة غير مطلوبة فعنا أربعة وخمسة وستة فقط مثل الأول ثلاث وحدات بثلاث وحدات مثل الفصل الأول تماماً عنا أقسام نفس الأقسام تماماً اللي هي قسم القواعد قسم المفردات القسم الكتابي النصوص هلا أنا بشوف أنه الفصل الثاني هو أسهل من الفصل الأول الفصل الأول كان يباعتمد على مستواك باللغة بشكل عام يعني أنت مستواك جيد فبشكل عام فيه كتير شغلات بتتجاوزها أسرع من غيرك الفصل الثاني بيعتمد على دراستك من الآخر هو بيعتمد على دراستك طيب محتوى النوطة هذا الفصل هو تقريباً على نفس مبدأ الفصل الأول يعني فيه وكل شي مطلوب من المنهاج بس فيه إضافة جديدة أنا عملت هذا الفصل أنه أحياناً بالكتاب بتلاقوا أسئلة بس هي مبتعتمد على قاعدة موجودة بالكتاب تمام؟ يعني الكتاب عم يحكي عن قاعدة معينة وحاطت عليها تمارين وحياناً بتلاقي تمارين جديدة بس القاعدة ما أنا ذاكرة هاي الحالات فأنا أضفت هاي الحالات تمام؟ يعني أي حالة أي تمرين بالكتاب بيعتمد على قاعدة ما أنا مذكورة بالكتاب رح تكون مذكورة بالنوطة ورح نوه لهذا الشيء طيب منروح هلأ على قسم القواعد رح ناخد اليوم 4A الوحدة الأولى لهذا الفصل القاعدة الأولى لهذا الفصل اسمها 4A اللي هي Unreal Conditionals يعني الجمل الشرطية بيسموهم Unreal يعني هي غير حقيقية وهلأ رح نعرف ليش اسمها حقيقية نحن بالفصل الأول أخذنا جمل الشرطية من النوع الأول وهلأ رح ناخد النوع الثاني والثالث طيب ليش اسموهم Unreal Conditionals الثاني والثالث ليش بيسموهم Unreal لأنه هنا بيحكوا عادة عن شغلات غير واقعية رح أعطيك مثال مثلا أزلت لك أنا If I were in Dubai I would be happier يعني أنا لو كنت هلأ عايشة بدبي فحياتي حتكون أفضل هذا الشيء هو غير حقيقي أنا هلأ عايشة بالشام وغير واقعي يعني أنا بيحكي عن شيء افتراضي تمام؟ فلهيك بيسموهم Unreal Conditionals رح نبلش بجملة الشرطية من النوع الثاني ورح نبلش بالصيغة الجملة الشرطية من النوع الثاني تبدأ بالif وبحط بعدها فاعل للif وبعدين الزمن اللي بستعمله بالطرف الشرطي مع الشرط بستعمل إما ماضي بسيط فعل تصريف ثاني أو ماضي مستمر الطرف الثاني بالمقابل رح يكون Would أو Could أو Might وInfinative Infinative يعني فعل بحالة الصفر طبعا بتعرفوا إنه الجملة إحنا مو شرط دائما تبدأ بالشرط ممكن تبدأ بجواب الشرط يعني بيقلك مثلا I would be happy if I lived in Dubai أو If I lived in Dubai I would be happy تمام؟ معنى تعالنا الطرف الشرطي الشرط بيكون إما ماضي بسيط أو ماضي مستمر جواب الشرط بيكون فيه واحد من هدول الأفعال المساعدة Would أو Could أو Might مع الفعل بحالة الصفر رح ناخد مثال قبل ما نشوف شو المعنى اللي بتعطينا ياه If there was a fire in this hotel It would be very difficult to escape يعني أنت قاعد بـ hotel مثلا طلعت هيك أنت قاعد بالطابق 20 مثلا فعم تقول لحالك أنه إذا بصير حريق هون صعب كتير أنه الواحد يهروب هي الحالة افتراضية غير واقعي يعني أنت عم تتخيل أنه إذا بصير حريق فالهروب رح يكون صعب طيب شو المعنى اللي بتعطيه جملة الشرطية من النوع الثاني هي بتحكي عن حالات افتراضية أو غير حقيقية أو غير محتملة يعني شيء من غير المحتمل أنه يصير هو ممكن يصير بس يعني شيء كتير بعيد ليش لا يصير حريق أنا قاعد بمكان آمن ليش لا يصير حريق تمام يعني هي الشغلات لا تحدث غالبا بس أنت عم تتخيل دلالة هاي الجملة هي دائما للحاضر والمستقبل شوف هاي الجملة إنه إذا بصير حريق هون بهذا المكان صعب كتير أني أهروب تمام إذا بصير حريق بهذا المكان فمن الصعب جدا الهروب طيب بهاي الجملة شوفوا الشخص عم يقول إذا بصير حريق بالمستقبل يعني دلالة الجملة الشرطية من النوع الثاني هي للحاضر وللمستقبل لأنه هي تخيلية تمام معناته صح زمن الجملة هو ماضي مستعمل ماضي بسيط مثل ما اتفقنا أو ماضي مستمر ولكن دلالتها للحاضر والمستقبل تمام مثل مثلا يعني إذا أنا قلتلك أنه مثلا شو ممكن تعمل إذا بيصير معك مثلا مليار شو ممكن تعمل بهيك مبلغ تمام عم تتخيل أنت حالة افتراضية أنت ما معك ولا أنا رح أعطيك مليار بس عملك في حال هيك نزل عليك مليار من السماء مثلا شو بتعمل فيه شايفين جوابك شو بيكون أنت بتتخيل شي لأدام أنه بدي أشتري سيارة بدي أعمل كذا الجواب هو للمستقبل أو للحاضر طيب خلينا ناخد أمثلة تانية مثلا يعني أنا لو ما كان عندي سيارة ما كنت بعيش بالريف الشخص عنده سيارة وعايش بالريف تمام الحالة افتراضية هو عم يتخيل أنه في حال أنا مثلا لو أني أنا كشخص ما عندي سيارة مستحيل كنت تعيش بالريف مثال آخر لو ما كنت عم تعمل كل هاي الضجة كنت أكيد بركز أفضل بشكل أفضل بس أنا ما عم بدي ركز بشكل ميح لأنه أنت عم تضوش عم يفترض إنه لو إنه أنا قاعد بأمان الله بعيد عنك أنت ما عم تضوش كان أدائي كان أفضل من هيك بكتير يعني لو أنا لو أنا كشخص عندي كتير مصاري ما كنت بضطر مثلا أدرس وأشتغل تمام حالة افتراضية تخيلية غير حقيقية طيب شوفوا هاي If I wear you يعني لو كنت بمكانك I would make Jimmy wear a helmet when he's cycling يعني لو أنا بمكانك بخلي Jimmy يحط الخوذة هو عم يركب البسكليدة شايفين If I wear you تخيلية لو أنا بمكانك بس أنا ما عني بمكانك هاي تخيلية هلا أنتبهوا إنه If I wear you تستعمل باللغة الإنجليزية لتقديم النصيحة يعني لو أنا بمكانك بعمل هيك طريقة لتقديم النصيحة شو بنستعمل If I wear you بيجي واحد منكم بيقل لي هلا ال-I ليش أخدي wear مع أنه I بتاخد was ولك مضبوط هذا الحقيقة I بتاخد was ولكن بهاي الحالة فقط لما أنا بكون عم بعطي نصيحة بهاي الحالة If I wear you بيستعمل مع ال-I wear وبتصير was غلط تمام فبقل لك أنا If I wear you لو أنا بمكانك ما بصير قول If I was you حصرا If I wear you طيب عم يقولون هلأ نحن مع الضمائر بسلا he she it بستعمل was وبالمناسبة فيك تستعمل where والاثنين صح مع هاي الضمائر المفردة المفرد ال-I وال-he وال-she وال-it بدر أنا الطبيعي إني استعمل was يعني بقول if he was if she was if I was بشرط أنه ما تكون عم تعطي نصيحة بس تعطي نصيحة was بتصير غلط طيب مية بالمية يعني if he was here he would know what to do لو كان هون كان عرف شو يعمل if he was here if he were here he would know what to do كمان هاي صحيحة ال-was صح وال-where صح حتى بالأمثلة اللي مرأت معنا مثلا مثل هون if if there was a hotel فين يقول if there were a fire in this hotel صحيحة طيب إما بتكون ال-was غلط فقط لما بكون عم بعطي نصيحة لما بقلك if I wear you لو أنا بمكانك بمعنى عم بنصحك بستعمل حسرا where بتصير ال-was غلط ماذا خلينا نعيد مع هدول الضمائر he و she و it will I نحن الطبيعي إنه ناخد مع فعل الكون الماضي ناخد was ولكن بجملة الشرطية من النوع الثاني فيك كمان تاخد where بتصير ال-was صحيحة وال-where كمان صحيحة ولكن بطريقة غريبة ال-was بتصير غلط ال-was بتصير غلط مع ال-I إذا أنت عم تنصحه للشخص شو بتقله if I wear you فدائما نحن بالإنجليش ما منقول if I was you منقول حسرا if I wear you طيب هلا بالنسبة للجملة الشرطية من النوع الثالث رح نشوف أول الشي شو الصيغة نستعمل if كلمة الشرطية if ومنحط معها past perfect أو past perfect continuous يعني إما ماضي تام أو ماضي تام مستمر وجواب الشرط بيكون نفس الأفعال المساعدة بجملة الشرطية الثانية بيكونوا would و could و might بس ما منحط وراهن zero verb منحط وراهن have و verb three خلينا نعيد شو هي صيغة الجملة الشرطية من النوع الثالث منستعمل if ومعاه ماضي تام واحتمال أن نحط ماضي تام مستمر كيف هونيكة بالتانية حطينا ماضي بسيط ماضي مستمر هون منحط ماضي تام أو ماضي تام مستمر جواب الشرط بيكون would أو could أو might و have و verb three واحد من دول الأفعال المساعدة و have و verb three طيب ناخد مثال قبل ما نشوف شو المعنى اللي بتعطي بلك if you had studied more you would have done better in your exams يعني لو أنك درست أكتر كان أداءك بالامتحان أفضل ولكن هاي الجملة الشرطية من النوع الثالث المعنى اللي بتعطي هي حالات افتراضية من الماضي عمقلك لو أنك درست تمام حالة انتهت و خلصت وهي عكس الواقع يعني لما بمجرد ما أنا قللك لو أنك درست شو بيكون قصدي أنت ما درست you would have done better كنت عملت أفضل بالامتحان بس أنت ما عملت أفضل بالامتحان الجملة الشرطية من النوع الثالث هي عكس الواقع تماما مثل ما قللك أنا مثلا بالعربي لو أنك سمعت كلامي يعني أنت معناتها شو عم قللك أنه أنت ما سمعت كلامي تمام شوفوا الصيغة ال if معها ماضي تام جواب الشرط هو would أو could أو might to have و verb three مثال آخر I wouldn't have been late if I had not overslept يعني أنا ما كنت رح أتأخر لو أني ما راحت علي نومي بس بالحقيقة رحت علي نومي وتأخرت He would have died if he had not been wearing a helmet كان احتبال أنه يموت لو ما كان حاطت الخوذة هو عم يسوق الدراجة النارية مثلا تمام عم يقولوا أنه الواقع أنه كان رح يموت ولكن الواقع أنه لا كان حاطت الخوذة والله ستره ما مات شوفوا هون عنا ماضي تام مستمر If they had known you were coming they might have stayed longer يعني لو كانوا بيعرفوا أنك جاية كانوا ضلوا لفترة أطول بس هن للأسف ما بيعرفوا أنك جاية وما ضلوا شايفين عكس الواقع الواقع أنه هن ما عرفوا أنك جاية بحملوا حالهم وراحوا وهي جملة الشرطية من النوع الثالث تقريبا هي أسهل واحدة بين الجملة الشرطية طيب شو الفرق بين الجملة الشرطية من النوع الثاني والثالث الجملة الشرطية من النوع الثاني تشير إلى الحاضر والمستقبل شيء لسا ما صار عم بتخيله افتراضي الجملة الشرطية من النوع الثالث تشير إلى الماضي شيء صار وأنا عمقول لو اني ما عملت هيك لو اني ما صاوت هيك فيها ندم فيها مثل ألم عفوا ندم أو لوم على الماضي فيها لوم على الماضي بتظن اني ذاكرته هون بمكانة فيها ندم أو لوم على الماضي يعني الشخص مثلا متدايق من الشغلة اللي عمله فبيقول لو اني ما عملت هيك لو اني ما كذا طيب If you studied more you would pass the exam يعني هون المعنى انه لو انك بتدرس اكتر كنت اكيدة بتنجح الامتحان شوف انا عم بتخيل حالة افتراضية انت طبعا لسه ما قدمت الامتحان امتحان ما صار انا عم قللك انت شخص ذكي اذا بتحط عليك براسك بيطلع معك لو انك بتدرس بتنجح بس انا شايفة انه انت ما عم تدرس هون اذا قلنا If you had studied more you would have passed يعني لو انك درست لكنت نجحت الامتحان صار ومشي حاله والدلال ليلة الماضي هلا في عنا شي اسمه يعني الجمل الشرطية المخلوطة، شو يعني جمل شرطية المخلوطة، يعني الجمل شرطية طرفها الاول تاني يعني الشرط جملة شرطية تانية وجواب الشرط جملة شرطية تالتة او بالعكس تماما الشرط بكون و estanة و الجواب بكون تاني حسب المعنى طيب عم يقولوا إن شرط يمكن الخلط بين الجمل الشرطية من النوع الثاني والثالث في حالتين الحالة الأولى شوفوا المثال دائماً نخلي عندك مثال إنشان تقدر تشوف المعنى بشكل أوضح If he had not finished his exams He wouldn't be so relaxed يعني لو ما كان مخلص امتحاناته ما بتشوفه هلأ هيك قاعد ومرتاح انتبهوا إنه الشرط هو حالة افتراضية بالماضي لو ما كان مخلص الشرط مثل ما شايفين If he had not finished his exam يعني لو إنه ما كان منتهي من امتحاناته الشرط ماضي تام ليش؟ لأنه الفعل منتهي هو مخلص امتحاناته وخالص منها فعمل لك لو ما كان مخلص ما بتشوفه مرتاح هيك النتيجة بالحاضر شايفين الشرط شيء بالماضي صاير ومنتهي والنتيجة بالحاضر فمنخلط بينهم بهذه الحالة شايفين الشرط مع if هو من النوع الثالث الحالة افتراضية من الماضي الشيء خلص وانتهى أما جواب الشرط بيكون إن النوع الثاني يعني شايفين طرفها الأول ماضي تام والطرف الثاني هو فقط would مع zero verb ما لنا would have been لأنه النتيجة بالحاضر نحن عم نحكي عن النتيجة بالحاضر طيب هلا الحالة الثانية هي غير موجودة بالكتاب الحالة الثانية غير موجودة بالكتاب ولكن هي واردة يعني هننا ذاكرين إنه في شيء اسم الجمل الشرطية المخلوطة وذاكرين حالة واحدة ولكن نحن لازم نعرف الثانية مو مذكورة بالكتاب ولكن ممكن يجي عليها أسئلة بالانتحان النوع الثاني هو مثلاً لما بتقول if I wear a man they would have given me the job إنه لو أنا كنت مثلاً رجل لكانوا وظفوني بهي الوظيفة مثل مو شايفين الشرط هو حالة افتراضية في الحاضر عم يقول لو إني كنت الشخص البنت اللي عم تحكي هذه الحكية عم تقول لو إني كنت زلمة مثلاً لو أنا أني كنت رجلاً الحالة افتراضية في الحاضر ولكن النتيجة في الماضي كانوا وظفوني كنت أخدت هديك الوظيفة تمام النتيجة في الماضي شايفين معناته منقدر نخلط بين الجملة الشرطية من النوع الثاني ومن النوع الثالث طبعاً أنا حطة أمثلة كثير على النوعين إنه كيف هن بيخلطوا شو المعنى اللي منقدر ناخده بهاي الحالة حتى هون أمثلة إضافية كثير وشرح للحالتين بالتفصيل لأنه ممكن يجي عليها أسئلة بالامتحان وطبعاً في عندكم الأسئلة الموجودة بالكتاب تمارين الكتاب كلها موجودة ومحلولة وحطت لكم عليها ملاحظات كرمال تعرف إنه ليش نحنا حلينا بهاي الطريقة وهيك بيكون خلص درسنا على قواعد الجملة الشرطية